نتحدث في هذه الليلة عن بناء الذات وبناء الثقة في النفس حيث تعد الثقة بالنفس محوراً أساسياً لتدفق طاقات الإنسان ومخزونه الدفين من قدرات ونشاط وحيوية نحو ما هو أفضل فهنا أيها الأحبة الإسلام قد اعتنى ببناء الذات وحث على بناء الشباب والاعتناء بما يساعد في بناء ذواتهم والرقي في مدارج الكمال والارتقاء العلمي والمعرفي والفكري والثقافي والأخلاقي وغير ذلك فدعونا نتعرض إلى جملة من اللياقات والممارسات التي من شأنها أن تعزز بناء الذات وأن تعزز الثقة في الناس عند الإنسان وعند الشباب خصوصاً أول ممارسة ما ورد على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه يا معشر الفتياء حديث للشباب حصن أعراضكم بالأدب ودينكم بالعل الشاب يحتاج إلى بناء عقلي فكري معرفي لا يمكن أن تصلح العمل وعقلك مليء بالجهل إصلاح العمل يبدأ من القاعدة المعرفية والعقدية عند الشاب فلذلك ودينكم أي حصنوا أيضاً دينكم بالعيل لا بد للإنسان أن يتعلن أن يتفقى يحاول طبعاً الفقه هنا ليست قضية مساء شرعية بحسب منظور الروايات لأن الفقه كمصطلح حصل مؤخراً الفقه في منظور الروايات والتفقه في منظور الروايات يعم الجانب الديني والفكري والثقافي والعقدي كل ما من شأنه أن يدفع بك بعقلك إلى الأعلى يسمو إلى الأعلى في قوس الصعود لله سبحانه وتعالى فلا بد من بناء عقلك وتغذيته بالعلم النافع وتغذي السلوك تصلح السلوك فتؤدب عرضك بل سلوكك بشكل عام بأدب الخلق الإسلام فهذا الله يمدح رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ما فائلة أن تكون عالماً ولكنك في مستوى التطبيق تكون أجهل الجاهلين ما في قيماً لا بد أن يتطابق العمل والعلم لا يجد العلم من دون عمل ولذلك نجد أيها الأحبة مفهوماً في الإسلام أيضاً هذا المفهوم يرتبط أيضاً بتعزيز الثقة وبناء الذات تعاهدوا إيمانكم وما معنى التعاهد معنى التعاهد كما نقربه بالمصطلح الحديث الآن الحاجة إلى التحديث الدائم للمعلومات والسلوك الإنسان يحتاج أن يقيم نفسه سلوكه معرفته فلعل بعضاً لا يراوح مكانه ما يغادر مكانه يعني فيه رتبة معرفية سلوكية كمالية بسيطة أو عند حد معين لا يغادر ذلك الحد صعوداً وارتقاءاً لماذا؟ لأن هذا الإنسان مقتنع بالمستوى الذي هو فيه بل ربما ينظر إلى أن هذا المستوى هو أعلى المرافق لذلك يحتاج إلى نوع من النقد الذاتي المراجعة الذاتية المراجعة إلى ذاتك التعاهد إلى إيمانك تشوف مفاصل إيمانك تفاصيل حياتك في كل الجنمات هل هي ممنوعة بالإيمان حقاً؟ هل هي ممنوعة بتعاليم الله وبتعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ فإن مسألة الإيمان ليست مقتصرة على الصلاة والصوم ونحو ذلك هذا كله مهم ولكن بجانب هذا الإيمان الحبادي إيمان سلوكي إيمان أخلاقي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الدين المعاملات لابد أن ينسحب إيمانك على ماذا؟ على سلوكك تصرفاتك تعاملاتك مع الناس بيعاً شراءاً وغير ذلك عند ذلك ترتقي بإيمانك ولذلك أيها الأحبة يبرز لدينا مفهوم التعاهد المتابعة يعني يعيش الإنسان حالاً من القلق ما تعيش حالاً من الارتياح تقول لا والله أنا على خير الحمد لله رب العالمين على خير لكن أنت قاعد تنزل 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 وأنت ما تدري لازم تتعاهد إيمانك تشوف فرعك شنون هل فعله؟ أنت على الطريق الصحيح أم لا لذلك التعاهد يختزن مفهوم المراقبة والمحاسبة والمتابعة ونحو ذلك لذلك تحتاج إلى مراقبة إلى سلوكك ولكن كما قلنا من دون شدة على النفس ومن دون أن تتوقف عند عناصر الفشل ومن دون أن تعزز روح الانهزام في نفسك بل المراقبة الصحيحة والمتابعة الصحيحة إلى النفس أن تنطلق من تلك المتابعة والمعاهدة نحو الأفضل تكون عنصرا من عناصر بناء ذاتك إيجابان ولذلك أيها الأحبة يحتاج كما يقول العلماء الإنسان لتطوير نفسه في هذه الجنبة يحتاج إلى مفهوم يعرف بالمعلومات الراجعة وما معنى المعلومات الراجعة؟ المعلومات الراجعة أيها الأحبة هي على وفق ما قاله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام رحم الله من أهدى إلي عيوبي تحتاج إلى مرآة فانظر من خلالها تشوف إلى التفاصيل يعني الإنسان من كثر ما يتعود في الجانب السلوكي والمعرفي على شيء معين ربما لا يرى الخطأ ما يشوف الخطأ مثل ندبة في وجهك مثلا كل يوم ما تشوفها ها؟ بعدين وإيش؟ بعدين وإلا كأنك تشوفها وإلا كأن شيء في وجهك لذلك الإنسان يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى من يعينه في التوجيه في التقويم في الإصلاح يحتاج إلى من يهدي له عيبه يحتاج إلى مجموع إلى معلومات تخرج ها؟ من آخر يرجعها إليه ترتبط بسلوكه ترتبط بإيمانه ترتبط بنشاطه ترتبط بكل الأفعال التي يقوم بها ولكن أيها لا حبه هنا الإنسان يحتاج إلى حذر ودقة في الانتقاء وما معنى ذلك هذا اللي إلى آن قلت لي نقذني واجهني شوف شنو السربيات اللي عندي هذا الإنسان ربما يكون محطما إلى ذاتك إذا اخترت الشخصية غير الملائمة فلربما يكون هذا الإنسان شنو سببا في تحطينك ليش؟ لأن هذا الإنسان ربما لا يعيش توازنا في النقد والتوجيه بحيث يركز كما ذكرنا على الجانب السلبي من دون ذكر الجانب الإيجابي ومن هنا أيها الأحبة هناك في المجتمع وناس يأتونك فيقدمون لك نقدا وفي بعض الأحيان يكون هذا النقد غير متوازن يعني شنو غير متوازن يعني يجيك يعطيك ملاحظات سلبية يعني وش يسوي مع هذه الملاحظات السلبية هذه الملاحظات السلبية جرعات جرعات هدم جرعات تثبيت للهمة لا سيما إذا لم تلتزم بأدب الكلام أو لم ينتقى لأن ناقد كلمات لائقة فإنها تحدث شرخا في نفسية المنقود ولذلك أيها الأحبة شون تعامل نوي هذا الناقد لازم بهمة عالية بإرادة قوية على التجاوز فإذا أردت أن تختار من يهدي لك عيبك مو تختار أي إنسان تختار إنسان أمين نصوح متوازن في النقد والتوجيه متوازن مثل الآن تقاعد الناقد الحين وهي مسؤولية بعد على الناقدين وعلى الموجهين وعلى التربوين في أي موقع كان في المدرسة مثلا في المجتمع مثلا في أي موقع كان لا بد أن يعيشوا الإنصاف في التوجيه لا تحطم اللي أمامك جاي مثلا بيوجه تلميذ وإذا يبين ليه دوما حيوبة دائما هذا هو ماسكنا في حيوبة ماسكنا في إهماله ماسكنا في كذا زين قام بأشياء إيجابية لا أبدا هذه الإيجابيات ما تبين عندي النقد والتوجيه أمانة فإذا أردت أن تختار من ينقدك من يقدم لك عيبك اختر شخصا منصفا يركز على الإيجابيات فيعززها في نفسك يعززها في النفس بحيث يقويها البعض يقول لا هذا من المدح من مدحك فقط في وجهك فقط ذمك يقول لا 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 هذا نوع من شنو نوع من التوجيه والتقوي المدح الذي يخلو من أي سلبيان بعد مذمون لذلك من مدحك فقط ذمك يعني هذا المدح الذي يكون خالي تماما من أي توجيه نهائيا هذا يكون بمثابة كذلك المعيق عن الحركة التكاملية عند الإنسان لذلك الإنسان سواء في الذم أو في المدح يحتاج إلى نوع من التوازن في التوجيه تذكر الإيجابيات تنميها في الشعر تعززها تمدحه تبين له هذه الإيجابيات لتتعزز الروح وتتوقد في نفسه ويسترجع ثقته بنفسه وإذا أردت أن تذون راعي المشاعر لقدامك شلون ربما يكون مرهف الإحساس تحتاج إلى كناية وإلى نوع من الاستعارة وإلى نوع من أنا نفس ما نقول لف علشان تعطيه شنو الملاحظة ليش علشان ما تجرح مشاعره شخصية تتحمل تختار وتنتقي كلمات أخرى ملائمة إذن هذه سبل الارتقاء بالذات ومن سبل الارتقاء ضرورة وضع الهدف في الحياة كشاب لازم عندك هدف شنو هدفك لابد من أن تنع عدة أهداف أهداف عالية جدا وأهداف ثانوية فرعية لذا لازم تكون عندك أولوية في ترتيب حياتك ولازم هذه الأهداف أيها الأحبة التي تضعها أيضا لابد أن تتوازن في وضعها فتمازج بين الجانب الدنيوي والجانب الأخروي مو تركز فقط على الجانب شنو تركز فقط على الجانب الدنيوي من دون النظر إلى الجانب الأخرى تعيش التوازن اتحط لك أهداف دنيوية زين وين الأهداف الأخروية أسأل الشباب الآن كل واحد حاط لي ها هدف يمكن من مرحلة ابتدائية من باب التوجيه من قبل الآباء والله شنو هدفك الحياة بصير على سبيل المثال الطبيب زين أو بكتور مثلا لكن في الجانب الديني أين الهدف أين الهدف في الجانب الديني عندك هدف ديني مرتبط بالجانب ها الديني وعلاقتك بالله أم لا فقد وضعت حرب هاشي من أوزاله وقالت قيام القائم الطهري موعدي صلوا على مفترات نساء أخوات تقدموا وظلموا أهدافك يجب أن تعيش فيها توازنان اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا لا يعيقك الموت والتفكير في الموت أطلاقا حتى لو عمرك ما شاء الله زين وعمل لآخرتك كأنك تموت غلى ترقب في الانتقال من هذه الدنيا ماذا صنعت لأخراك ومسألة الأهداف الأخروية الأهداف الدينية ليست فقط أيها الأحبة صلاة الصوم هذا صلاة الصوم وعبادة الله عز وجل هذه أمور لابد منها لكن نتحدث عن السير التكامل نحو الله عز وجل أين نمالك عمار مالك أبو ذار في المجتمع سلمان شلون وصلت هذه الأسماء إلى هذه المستويات الراقية أشخاص هؤلاء أمودوا لها معصومين لا هؤلاء أشخاص عاديين ارتقوا بكبالهم بعبادتهم بوعيهم ومعرفتهم إلى أن بلغوا مراتب عالية جدا فتح للطريق لكل من يريد أن يسير على نهجهم ولذلك أيها الأحبة مسألة الأهداف الأخروية يجب أن ترتقي عندنا كشباب أنا أرتقي بإيماني أجعل نوع من الصلاة الإيمانية والعلاقة الخاصة بالله والمناجات لله والقرب من الله عز وجل فهنا إذن لا بد من وضعها أهداف لك في حياتك وترتبها في ضمن أولويات ثم كذلك أيضا تسير نحو تحقيقها تسير نحو تحقيقها وهنا في السير نحو تحقيقها أيها الأحبة أيها الشباب ربما تخفق ربما يصير عندك فشل في بعضها فشل في تحقيق الأهداف الدنيوية أو الدينية ماذا يعني لهذا الفشل؟ هل يعني لي أن أقف عند هذا الحد؟ لا لا بد أن تملأ نفسك أملا يصير عندك أمل ويصير عندك نوع من الحديث النفسي بأنك قادر على التغيير قادر على النجاح قادر على صناعة مستقبل مشرق لك ولمن حولك لا بد أن نعيش الأمل لا تقنطوا من رحمة الله يعني لازم ننظر بنظرة فاؤلية نملأ نفوسنا كشباب بالأمل بأن الواقع حياة لا بد أن يتغيير أعيش فاقر بكرة الله يوسع عليه أعيش مشكلة بكرة الله يفتح عليه تعيش أي ضائقة في أي جانب معين فإن الله ربما يحدث شيئا يغيره يتبدل هذا الموقع ولذلك نقل هنا إلى قصة هارون الرشيد أخبر بأن هناك رجل قد أدرك رسول الله محمد يعني كم صار عمره النقل يقولون 130 سنة إلى زمن هارون الرشيد قالنا هذا أنبي أشوفه خاطر أشوفه راحوا إليه جاءبوا على حماله جاءبوا محموم جاءبوا نزلوا وإذا هذا الرجل يا الله يتكلم قال له هارون أرأيت رسول الله قال بل شفته قال أسمعت منه حديثا قال بل سمعت منه حديث وما الحديث قال إذا كبر ابن آدم كبر معه شيئا يعني ضخم في نفس شيئا شنو هذلين الشيئين قال الطمع والأمل النبي تحج عن أي أمل عنه الأمل من البقاء في الدنيا وكذا وإلى آخر قال جزاك الله خير أمر له بسرة من الماء دفع حديثا أخذ هذا الرجال ضلي تمتم هو بابتعب عنه هارون قال قال أنزلوه أنزلوه عنده خلنا نسمع قال ما قلت قال قلت بأن هذا المال الذي أعطاني إياه خليفة المسلمين هل عادة تعود إن شاء الله في السنة المقبلة يعطيني بعيد لو لا 130 سنة يعني عنده رجاء إنه بعيد شنو يعيش السنة الجاية فضحك هارون قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لذا مسألة الأمل موضوع مهم جدا لكن لا بد من توظيفه في موقعه صحيح الأمل في هذه الدنيا وأنك باقا إلى ما شاء الله إذا لم يكن بجانبه شعور بماذا؟ بأنك ربما تنتقل من هذه الدنيا فإن هذا الأمل يفسد الكثير من الأشياء ومن ضمنها الأمور الدينية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى ولذلك أكثر من ذكر هادم للذات قيل يا رسول الله ما هو هادم للذات؟ قال الموت فسعى الموت ذكره بنحو يحدث لك نوع من الوسوسة ونوع من الخوف والتوقف عن حركة الدنيوية لا 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 عيش التوازن في حياته كحال المحمنين يعيشون التوازن يسعون في الدنيا ويراقبون حياتهم أعمالهم فكل هذه السبل أيها الأحبة تعزز من تطوير النفس والذات لكن هناك مركز مهم جدا أمر مهم جدا هذا الأمر المهم جدا هو عندما قال المولى عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نقطة الارتكاز في التغيير هو أنت أيها الشاب أيتها الشاب أشلون تغير من نفسك وما عندك إرادة أنت في المعصية قاعد وتقول بتوب 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 قاعد مثلا في ترك الصلاة وتقول لا باشر بصلي باشر بصلي باشر بصلي تترك الصوم وتقول لا الجاية بصوم تترك كل هذه الأمور تهمل في الجانب الأكاديمي تهمل في حياتك تهمل حتى نفسك صير عندك إهمالات متعددة والحل بيدك الحل ينطلق من ذاتك ينطلق أي تغييرا في حياتك منك أنت فأنت مركز التغيير فلذلك لا بد أن يعي الشام بأن أي تغيير في حياتي لا يبدأ من الآخرين الآخرين شكلون مدد عون في بعض الأحيان وإنما التغيير يبدأ منك أنت أنت الذي تبدأ في تغيير حياتك نحو الأفضل وهنا الإنسان لازم يخاطب نفسه متى راح أبدأ في التغيير متى أتوب إلى الله متى أرجع إلى الله متى أصلح أمور دنيا متى أرجع كل هالأمور إلى مسارها الصحيح نقول قد آنا الأوان لا تأجل هذا موضوع مأخوذ بنحو العجلة والسرعة لا بد أن تبادر في التغيير لأنك إذا ما بادرت اليوم تزداد الأمور سوءا إلى سوء ويزداد خراب النفس وهدم النفس سوءا إلى سوء لذلك لا بد أن تعجل في البدء بتغيير النفس ولك في أغطال كربلاء أسوى في هذا الشباب الشباب يمتلك أن يغير أن يبدل حياته يسعد نفسه يفوز بأعلى المراتب كمثل علي الأكبر سلام الله عليه من هذه الشخصية العظيمة وأي عظمة عظم عالية في نفس الإمام الحسين عليه السلام كان يحبه بأبي وأمي حبا شديدا وقيل لشدة شبهه برسول الله صلى الله عليه وآله كان شديد الشبه ينقل في رواية صحت بأن النصاراني جاء إلى مسجد رسول الله دخل جاءه المسلمون قالوا هذا مسجد رسول الله كيف تدخل؟ قال قال أسلمت وأريد أن أجدد إسلامي على يدي رجل ينتسب إلى رسول الله فجاءوا به إلى الحسيني دخل على الحسين استقر المجلس قال له الحسين ما عندك قال رأيت المسيح قد جاء وبجانبه جدك رسول الله فقال لي المسيح عليك أن تؤمن بدين خاتم الأنبياء وعلى ذلك قد آمنت بالديانة الإسلامية قال له الإمام الحسين أرأيت جديدك؟ تشفت رسول الله؟ قال بلى رأيته يعني صورة رسول الله في بالك هذا الذي يقول الإمام قال نعم بلى رأيت رسول الله أتشتاق إلى رؤيته مرة أخرى عندك شوق إلى رؤية الرسول قال بلى إني في أشد الشوق إلى النظر إلى رسول الله قال أصبرهن نادى علي الأكبر تلثم علي الأكبر دخل إلى أن صار في مقابل هذا الرجل فك اللثام ما إن نظر ذلك النصراني حتى قال ومحمدا أغشي عليه أفاق قال ما أشد شبه هذا الغلام الشاب برجدك رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإمام قال الإمام لو عندك شاب ولد بمثله وأصابته شوكا ماذا تصنع قال أموت في حيني قال كيف وأنا أنظر إليه مقطعا إربا أين المنادي وعليه وسيداه انظر كيف أن هذه المحبة عند علي الأكبر وعمق المحبة من علي الأكبر لأبيه الحسين بينما ركو الإمام يسير وإذا تهوم عيني الإمام الحسين يفيق بأبي وأمي وهو يسترجع ويحوقل إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحس علي الأكبر أن أباه قد أصابه هم أو غام شوف الولد شنون محبة إلى أبو لما أحس بذلك جاء ناحية أبي قال أبا لما استرجعت خير لما استرجعت يا أبا قال عندي هاتف في المنام يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائه قال أباه أولسنا على الحاق قال بلى والذي إليه مرجع العباد قال إذا لا نبالي وقع الموت علينا أم وقعنا عليه ولد بمثل هذا بمثل هذا الخلق العالي كنا إذا اشتقنا النظر إلى رسولك نظرنا إليه فإنه أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله لذلك تقول سكينة تتحدث لنا عن شنو تتحدث لنا عن مواقف تبين لك عظمة حب الإمام إلى ولده علي الأكبر وعظمة مصرع علي الأكبر على نفسي أبي عبد الله الحسين ساعد الله قلب إمامكم الحسين تقول سكينة موقف أول لما أراد علي الأكبر أن يودع النساء تقول جاء به أبي الحسين نادى أين عمات علي وأين أخوات علي هل أمنا إلى وداع علي وش اللي صار من موقف يا مؤمن مؤلم جاءت النساء ترى علي الأكبر أول من من تقدمنا من أهل بيت الإمام جاءت النساء تحولقنا من حول علي هذه تنادي وعليه هذه تنادي وولده أخرى تنادي يرحم غربتنا يا علي لما نظر الإمام إلى هذا المشهر قال دعوا ولدي علي تقول سكينة أخذ علي جاء خلف المخيام ضمه إلى صدر وهو يقول ولدي علي حتى أغشي علي هذا موقف الموقف الثاني يا مؤمن يا مؤمنة لبين لك عظمة هذا الولد ومقدار محبة محبة الإمام إلى هذا الولد تقول سكينة كنا نستعلم ما يفعله أخي علي في المعركة من وجه والدي ننظر إليه إذا شفناه مستبشر مستهلي علمنا أن أخي بخير وفعلاً الإمام بأبي وأمي يتهلل فرحاً من بطولات علي الأكبار شوية وإذا تغير وجه الإمام الحسين تقول نظرت ليلى إلى وجه أبي متغيراً قالت أجرى على ولدي شيء سيدي ومولاي أبا عبد الله أجرى على ولدي شيء قال لا ولكن برز له من يخاف منه عليه قالت ماذا أصنع قال ادخل الخيمة وادع الله أن يرد العلياً سالماً دخلت ليلى بأبي وأمي يلا بدعاء ليلة ها حوائشكم ها دخلت بأبي وأمي رفعت يديها نادت إلهي بغربة أبي عبد الله الحسين إلهي بوحدة أبي عبد الله الحسين إلهي بعطشي أبي عبد الله الحسين يا ربي يوسف إلى يعقوب ارجع ولدي علي السالم ارجوك في القناة المترجم للقناة